كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمى العقلة شو رح تحصل إذا دولت عن طريق رابط إحالتنا بأفضل منصة للتداول فوريكس منصة أكسنس أهم الميزات يلي رح تحصل عليها أيضا رح نحكي عن تحليل لأهم أزواج الفوريكس رح نحكي عن صفقاتنا يلي كانت خرافية جدا بدون ولا ستو بلوز هالأسبوع هذا كانت عنا أرباح إجمالية بأكتر من 1200 نقطة بدون أي ستو بلوز المنصة اللي بتداول عليها أنا فوريكس وبتداول عليها بيتكوين يصير يوم هي منصة أكسنس منصة رائعة جدا بالتداول عمليات سحب فورية بدون تأخير أيضا السحب فيها عن طريق اليو اس دي تي وهذا أهم وسيلة سحب أنا بشوفها تنفيذ فائق السرعة يعني الأوامر بتتنفذ بشكل سريع جدا لا توجد رسوم تبييت للصفقة يعني مهما خليت صفقة مفتوحة ما رح تدفع عليها رسوم وهذا ما يعرف بالحسابات الإسلامية لا توجد أي عمولة بتدفعها كل ما تخلي الصفقة مفتوحة على خلاف المنصات الثانية إذن حسابات إسلامية منصة أكسنس من أفضل منصات لما بدك تسجب منصة لازم توضع رمز الشريك أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة سر حتى تستفاد من الميزات يلي بنقدمها لحنا أهم الميزات يلي بنقدمها هو خصم 30% من رسوم التداول يلي أنت رح تدفع للمنصة يعني رسوم التداول اللي أنت عم تدفع للمنصة بكل صفقة رح ترجع لك 30% منه سواء آخر أسبوع أو آخر يوم لحد الآن لسه ما اتفعنا على هلية لاستعادة الرسوم لكن عندك خصم الرسوم التداول 30% إذا أنت مضارب تفتح صفقات كثير هالأمر جدا رح يفيدك أيضا ميز الأهم هو التداول عن طريق فريق استثمر عقلك رح نقدم لك لحنا أماكن دخول أماكن خروج لكن أهم شي يا صديقي أهم من توصياتنا هو إدارة رأس المال الدخول بشكل صحيح للسوق أهم من توصياتنا ومعرفة اللوت المناسب لحسابك وعدم تجاوزه هو الأمر الأهم بسوق الفوريكس هالفيديو هذا عليه مسابقة أصدقاء المسابقة هي تعليق تترك لي أسفل هالفيديو رح اختار أنا 2 بشكل عشوائي اليوم كان لدينا جدا مسابقات كبيرة على التليجرام رح نربح 2 على التويتر رح نربح 2 وأيضا على اليوتيوب رح نربح 2 بمبلغ مال يعني اليوم عنا 6 رابحين إن شاء الله هذا الفيديو أصدقاء رح يتم سحب الرابحين بفيديو يوم غد إن شاء الله إذن كل يلي عليك أنك تترك لي تعليق أسفل هالفيديو وإن شاء الله بكرة رح نسحب أسماء رابحين 2 رح يتواصلوا معي على التليجرام بياغلوا المعرف الخاص بالتليجرام من المجموعة الرئيسية وانتبه من النصابين يلي سواء بيردوا بالتعليقات أسفل هالفيديو أو سواء بيدخلوا عليك بالخاص أنا ما ببدأ الحديث معك أبدا على التليجرام كانت عنا صفقات بفضل من الله مع بداية افتتاح الأسواق كانت عنا منطقة البيع هي منطقة الـ 85 للـ 90 تقريبا بستوبلوز هو القمة السابقة عند مناطق الـ 95 والحمد لله كانت عنا صفقة بها مش ربح جدا قوي أيضا كانت عنا صفقة شراء بعد الأخبار يلي كانت على الدولار كان عنا تمركز بالـ 2159 تقريبا وكان عنا الهدف الأخير هو 78 الهدف الثاني عنا كان 72 الذهب فقط اكتفى بالهدف الثاني مشان هيك أنا بنصح أصدقاء دائما ترفع وقف الخسارة عندك يعني مجرد ما تتجاوز الصفقة الربح 20 نقطة و30 نقطة وتثبت على 30 نقطة بترفع الـ stop loss للدخول وبعدها كل ما السعر ارتفع بتقدر أنت تسكر جزء من صفقتك وترفع تحط stop loss على ربح يعني دخلت بالـ 60 بتحط stop loss على الـ 64 على الـ 65 هيك في حال تراجعت العملة أو تراجع الصفقة أنت بتخرج على break even رابح أيضا داو جونز أصدقاء كان عنا أمر معلق من الـ 39250 بصفر انعكاس الحمد لله حققنا منه أكتر من 560 نقطة وكان عنا قبل أغلاق السوق صفقت شراء بأمر معلق من 38 650 تقريبا بـ stop loss 38590 في حال أنت رجع الـ Dow Jones لنقطة الدخول في الصفقة بتقدر تفتحها بـ stop loss خفيف جدا رح نشوف كيف رح يفتتح الأسواق الأمريكية إذن أصدقاء اليوم رح نحكي عن تحليل الدهب تحليل الدهب أصدقاء لحد الآن الدهب متماسك جدا لا تحكي عن أي سلبية مدامنا ما أغلاقنا أعلى مستويات الـ 2146 أي إغلاق أسفل مستويات الـ 2146 الإغلاق وعدم العودة ممكن يحصل عننا اختراق كاذب ونعود للصعود من جديد ركز على الإختراق والتداول أسفل مستويات الـ 2146 وهيك رح نحكي عن فتح الطريق أمامنا للـ 2100 وممكن 2800 ركز صديقي لحنا عنا أسبوع جدا مهم أسبوع إعلان عن نسبة الفائدة بأمريكا لحنا عنا بهالمنطقة هي عبتشكل مسلس ممكن قبل إعلان نسبة الفائدة نشوف كسر للمسلس في حال شفنا الكسر للأعلى رح نستهدف القمة مناطق الـ 2195 وممكن تكون عنا بفرصة بيع في حال شفنا الانعكاس من هالمنطقة حاليا عبتشكل عنا مسلس بأسبوع جدا حاسم أصدقاء في حال تم الكسر للأسفل عندنا هدف 2124 وركز على الأغلاق أسفل 2146 إذا أغلق الدهب أسفل هالمستوى ممكن تتعمق خصائر الدهب أنا خبرتكم الأسبوع السابق أصدقاء أنا مع بيع الدهب لكن لازم ننتظر تشكل منطقة بيع ومن الواضح أنه منطقة البيع تشكلت عنها المنطقة تمتد من 2185 إلى 2195 هاي منطقة البيع لكن ما تبيع إلا لحتى تشوف إنعكاسه وما تبيع إلا لحتى تشوف الأخبار يلي راح تصدر بعد يومين أصدقاء بعد يومين راح يصدر خبر إعلان نسبة الفائدة بعد يومين وعشرين ساعة راح نغطي هالأمر هذا وممكن مؤتمر صحفي الخاص بجورنباول يكون إيجابي نوعا ما للدولار ممكن يعطي الكلام يحفز الدولار على الصعود بما أنه شفنا موجة خسائر جدا كبيرة كانت الأسبوع الماضي للدولار ممكن هالأمر هذا ينعكس بالسلب على الذهب مشان هيك أصدقاء راقد مناطق البيع راقد مناطق الشراء في حال ما كسرنا 2146 ممكن يكون عندنا فرص شراء مع أي انعكاس راح يصدر عندنا من هالمناطق الباوندين أصدقاء منطقة الشراء يلي حددناها الأسبوع الماضي هي 188 حوالي 188 والحمد لله عمل عندنا اختراق كاذب مع أول شمعة انعكاسية عادت للمنطقة ممكن نستغل فرصة شراء في حال الباوندين عاد مجددا لهالمنطقة ممكن تشتري ويكون ستوبلوز أقفال أسفل مستويات 187 هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر